هل لو دخلت معاعة حاسبات ومعلومات هتساوي باللي دخل كلية حاسبات ومعلومات يعني مثلا انا وواحد صاحبي رايحين شركة وانا خريج معاعة حاسبات ومعلومات وصاحبي خريج كلية حاسبات ومعلومات. يا طرى الشركة هتقبل مين فينا? كل الحاجات دي هتعرفوها في آآ الفيديو ده بازن الله. ففي البداية كده اعمل لايك للفيديو ولو مش مشترك في القناة اشترك فيها وعايزك تشارك الفيديو ده مع صحابك اللي ما يعرفوش عن معاعة حاسبات ومعلومات. بالمناسبة بده هن انصحكم تدخلوا معهد حاسبات ومعلومات ولا لا بناء على ايه بالزبط? وحاجة مهمة برضه لكم في الفيديو بازن الله. فركزوا معايا من اول ثانية لاخد ثانية. معاكم دكتور محمد غالب للي ما عرفنيش. وباكد تاني ركزوا من اول ثانية لعندي اخت ثانية في الفيديو. مبدئيا كده معهد حاسبات ومعلومات مدة الدراسة فيه زي كلية حاسبات ومعلومات. اربع سنوات دراسة. بعد ما بتخلص المعهد بيكون معاك باكد ريوس طبعا حاسبات ومعلومات. حلو. طب ايه الفر ما بين معهد حاسبات ومعلومات والكلية? في ناس هتقولك ان معهد حاسبات ومعلومات بياخد تخصصات او اقسام اقل من الكلية. لكن في الحقيقة لازم تفهم ان الاقسام بتختلف من كلية للتانية اصلا يعني بعيدا عن المعد فيه كلية بيكون فيها اقسام زيادة فيه كلية بيكون فيها اقسام أقل كذلك نفس الشيء مع المعد. لكن المواد يعني اه شبه بعض جدا بيكون في اختلاف طفيف ما بين الكلية وما بين المعد. وبالمناسبة انا زي ما قلت انت بتدرس اربع سنوات وبيكون معك باكالوليوس. ده بالنسبة لو انت دخلت معد. بده لما بتتخرج من كلية حاسباته ومعلومات بيكون معك باكالوليوس حاسباته ومعلومات. طيب ايه بده الفارع عايزين نعرف الفارع معاكيد في فارع يعني اللي دخل بمجموع عالي غير انا كطالب هدخل بمجموع عالي منه. هو انك بتدفع مصرفات. المصرفات دي طبعا في الحكومة ما بتدفعش حاجات خفيفة جدا جدا يعني ممكن في السنة الف جنيه مثلا. لكن انت في المعهد العالي للحاسبات والمعلومات انت بتدفع من تسع لعشرة تلاف جنيه كل سنة. فهو ده يعتبر الفرق ما بين حاسبات ومعلومات ككلية وكمعهد. هي المصرفات الدراسية. لان مش هاي حد هيقدر انه يدفع كل سنة في المعهد عشرة تلاف. فلازم تفهم كده. ردا على سؤال المهم. انا كخريج معهد حاسبات ومعلومات بتساوي بخريج كلية حاسبات ومعلومات. الاجابة اه. طيب انا خريج معهد وصاحبي خريج كلية وروحنا نقدم في الشركة. الشركة هتقبل مين فينا? اكيد هتقبل الكلية ومش هتقبلني انا كخريج معهد. لا. الاجابة مش كده خالص. لا اككسوا بقى معي. واحد ممكن يكون متخرج من كلية وبتقدير امتياز. بس في النظر كان كويس جدا. فحل الامتحانات كان كويس جدا. فجاب امتياز. لكن لما بيجي يطبق مش كويس. الس في بتاعه مش كويس. انت خريج معهد تحيل بقى. وجايب مقبول او جيد. وهو خريج كلية وجايد. امتياز انت ممكن تتقبل في الشركة وهو لا. بيتوقف على ايه? على شغلك على الس في. على قوتك في اه استخدام البرامج وتحليل البيانات. اجتهادك الشخصي طول الدراسة. يعني انت في المعهد بتدرس اربع سنوات. وفي الكلية اربع سنوات. في واحد ممكن في المعهد ده يعني اه يجتهد على نفسه بزيادة. بياخد قدسات. بيعزز نفسه. اه شرب الشغلانة كويس جدا. واحد بقى داخل الكلية. اه بدأ ان هو اه يعتمد بس انه عايز يجيب تقديل في الكلية وخلاص. لكن ما اجتهدش على نفسه اجتهد شخصي. اه ما اخدش قدسات. من الاخر كده ما حبش فكرة اه الشغل. فطبعا انت كطالب خريج معهد بتتقبل على طول عن خريج كلية حاسبات ومعلومات. يعني الموضوع بيتوقف على اجتهادك الشخصي. يعني متقولش انا هدخل معهد وخلاص. لا اجتهد على نفسك. اجتهد علشان تلاقي شغل. وعلشان تعمل شغل لنفسك كمان. انت اللي تصنع شغل بنفسك. سواء طبعا لو انت دخلت كلية حاسبات ومعلومات. فيش اي مشكلة. لو انت اجتهدت على نفسك ممكن واحد يتخرج من كلية حاسبات ومعلومات برضو بتأدير مقبول او جيد ويكون يعني صبر. محدش بيقدر يوقفه. فده كله حسب اجتهد كل واحد. اه طيب النصيحة اللي عايز اقولها لك. لو انت طالب اه عندك شغف بالمجال. يعني عندك شغف فعلا بتحليل بيانات اه بالتعامل مع البرامج والابليكيشنز والكلام ده. دوس وادخل. دي كنصيحة ليك. والحاجة المهمة اللي انا بقول لك عليها. لكن انت واحد مش عندك الشغف. بس عايز تدخل حاجة وخلاص. فلا. ما نصحكش. اه طبعا اه سيبك بقى من المسمى. انا داخل معهد وده كلية. سيبك من المسمى خالص. انا عرفتك انت لما بتتخلص بيكون معاك باكل اليورس. زي اه خريج كلية حاسبات ومعلومات. اكتدع على نفسك وان شاء الله اه سبحان الله ممكن واحد خريج معهد ويعمل يعني سبحان الله اه اللي هو يفرق او او معاه في حياته من ناحية الفلوس. طبعا اه سواء معهد حاسبات ومعلومات او كلية حاسبات ومعلومات فالمستقبل من ناحية الفلوس عالي جدا جدا. بس للشخص اللي هيكتهد على نفسه. مش شخص داخل الكلية وخلص كاسم. وبعد كده ما يعملش بها حاجة. اه يعني فيه خريج حاسبات ومعلومات. وممكن من ناحية الفلوس اه مفيش. مش لقي شغل. ليه? اه مش مجتهد. اه ما بيسعيش. ما طوضش من نفسه. وهكذا يا شباب. يعني سبحان الله ممكن واحد لا دخل كلية ولا معهد. ويبدأ انه يعمل اه يشتغل بقى على نفسه في البرمجة. يتعلم برمجة من اليوتيوب بس يكتفي. وسبحان الله اه يعمل قناة على اليوتيوب ويعلم الناس اللي يتعلمه ويكسب فلوس حلوة. فالمجال واسع. والربح فيه اوسع واوسع. كله بيعتمد على اجتهادك الشخصي. توقع على الله. لو انت بتفكر في معهد اه حاسبات ومعلومات والان. لا. يعني دوس فيه جدا. مفيش اي مشكلة. وان شاء الله تكتاد على نفسك. واتطلع لنا كده برامج كويسة. في المستهبل. طبعا لو انت عايز تعرف اه كلية حاسبات ومعلومات اقسمها ايه. اه ايه المواد اللي انت بتدرسها يعني مجالاتها بصفة عامة. فانا عامل فيديو مخصص عن كلية حاسبات ومعلومات. هسيبه بضه في اول تعليق. يبقى اشوف الفيديو وافهمه واعرف اه دور خريج كلية حاسبات او معت حاسبات ومعلومات بيكون عامل ازاي. اشوفكم على خير في فيديوهات جاية. والسلام عليكم ومحمد الله وبركاته.